جرح نازف وعلاج عسير هذا هو حال العملة الوطنية التي شهدت الأيام الماضية انهيارا قياسيا مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ما تسبب في موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار السلع والخدمات حولت حياة اليمنيين المعيشية إلى جحيم تقول الحكومة إنها شرعت في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى كبح الانهيار التاريخي للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي منها إجراء حملة واسعة ضد المخالفين والمتلاعبين في سوق صرف النقد ووضع خطة لتصحيح مسار القطاع المصرفي تتضمن إجراء عمليات تدقيق شاملة على حسابات البنوك لكن تأثيرات هذه الإجراءات الحكومية ما زالت طفيفة للغاية ولم تنعكس في تحسن ملحوظ لسعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وسط توقعات بفشلها في الحفاظ على سعر الريال واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي فإنقاذ قيمة العملة المحلية بحاجة إلى معالجات اقتصادية شاملة ودعم خارجي يرافقه استقرار سياسي وأمني غير متوفر الآن وأي حلول مستدامة تقتضي الاعتماد على قدرات البلاد الاقتصادية وقيمة صادراته الخارجية وعلى نجاح سياساته المالية والنقدية بينما الحال اليوم مغاير تماما فالتحالف السعودي الإماراتي لم يمكن الحكومة الشرعية من استخدام مواردها الاقتصادية وميليشيات الحوث اتخذت سلسلة من القرارات أدت إلى شطر الجهاز المصرفي والاقتصادي كما أن ميليشي الانتقال مستمرة في تصعيدها ضد الحكومة وتقويض عملها في العاصمة المؤقتة عدن ومعظم المحافظات الجنوبية ووفق هذه المعطيات فإن قدرة الحكومة الشرعية الضعيفة على لجم سعر العملات الأجنبية شبه مستحيلة واحتمالات استمرار سقوط الريال إلى هاوية لا قعر لها واردة بقوة وهو ما ينظر بارتفاع أسعار السلع والخدمات على نحو متصاعد وزيادة تدهور الوضع الاقتصادي لأكثر المواطنين وتعزيز سطوة أصحاب رؤوس الأموال وتكبيد مئات آلاف الموظفين خسائر كبيرة بقيمة رواتبهم وانحدار قدرة اليمنيين الشرائية إلى حدودها الدنيا وحصول كارثة اقتصادية ستضاعف معاناة الناس المنهكين خلال الفترة المقبلة وحصول كارثة اقتصادية وحصول كارثة اقتصادية وحصول كارثة اقتصادية شكراً لكم